اهلا وسهلا بكم مرة تانية في الماتش انبارح بعد مباراة Piramids مع Modern Future في مباراة نص نهائي كأس السوبر المباراة الاولانية وعلى نفس الملعب كانت المباراة التانية مباراة الاهلي مع سيراميكا كريوباترا بعد المباراة الاولانية كنت واقف انا وحمد جلال قدام الستاد محمد بن زايد بنتناقش وبنتكلم وبنتناقش حوالين الماتش اللي جاي اللي هو كان قدامه تقريبا ساعة مباراة الاهلي مع سيراميكا كريوباترا وشخص ما لقناه داخل علشان داخل على الاستاد فنبرة الصوت بترن في ودننا وهو داخل فبنبص نلاقي الكابتن عصام عبدو معلق الرياضي الكبير المصري اللي مشرفنا الحياة في العديد من البطولات وحاليا في قناة ابو ظبي الرياضية ودي كانت اول مرة بصراحة ان انا التقي بالكابتن عصام عبدو وان كنت انا من عشاق الكابتن عصام عبدو فجات فرصة جميلة جدا ان احنا نلتقي به ففرصة اجمل ان كمان نتناقش على الهواء مباشرة هنا في ابو ظبي منور الدنيا كابتن عصام اهلا وسهلا بك انا لسعيد جدا اكون على صد البلد وكون معك كابتن هاني وانا يعني من الناس المحبين ليك والمعجبين ليك لان انت اعلامي يعني راقي وراءة وحاجة روع جدا جدا منور الدنيا كلها وسعاداء جدا بوجودك معنا كابتن عصام مبارح كمان استمتعنا الحقيقة بتعليقك على مباراة الاهلي مع سيراميكي باترا وسبحان الله بحس ان دايما المباراة اللي بتعلق عليها كابتن عصام غير انك بتضف لها نكهة حلوة بتضف لها ايه سارة دراما ودايما ماتشتك بتحس ان هيه ايه مرتبطة من الماتش ده يبقى حلو في دراما ماه هتحصل طبعا وقد كانت مباراة درامايا بنا جدا جدا هي بص يا كابتن هاني التعليق هو مسئولية والتعليق هو بيبقى فيه جزء ملهم للمعلق ازاي طلع الحدث ده كويس هو عنده صراحة كبير جدا انه لازم ينجح ولازم يفوز زي ما الاهلي عاوز يفوز زي ما سراميكا عايز يفوز زي ما هو تفر من الفرقتين عاوز يفوز هو كمان عليه هيبقى كبير جدا المعلق انه لازم يخرج الحدث ده بشكل كويس وهو بيعتبر هو اللي بيعمل سلس بيعمل شكل المباراة بيضيف لها ولازم يضيف لها ده وديس أمومي جدا انه هو يضيف لها الأول بيكون محضرها كويس عايشها كويس والمباراة لما بيكون كويسة بتلعب معها دور كبير جدا 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 زي ماتش الماتشات المبارح زي ماتشات المنتخب اللي انا كان ليا نصيب الحمد لله وحظ كبير جدا نبقى مع المنتخب زي فترة مانو الجزيمة عناد الاهلي زي فترة الزمالك في العصر الزهبي فترة أيام الـ ERT وأيام دريم كله طبعا بتبقى فيها نوع من التوفيق وحسن التوفيق للمعلق لكن هو لازم يضيف عليها حاجة ولازم يديها الاتحابيش بتاعته ولازم هو يدي للمشاهد مجموعة أشياء كتيرة جدا المشاهد ينقي منها بقى دي كانت كلمتك مبارح وإحنا بنتكلم قبل الماتش على طول يعني واضح أنه ده مبدأ دايما بتفكر نفسك به قبل التعليق على أي مباراة وهو أنه المعلق عنصر من عناصر امتاع المشاهد وقت المباراة اللاعبين والأجهزة الفنية والجمهور والمعلق دي نقطة إزاي بتشتغل عليها إزاي بتحضر للمبارايات قبل ما تبدأ التعليق عليها طبعا هو المباراة أنت أولا هو المعلق لازم كل الناس تعرف أنه هو جزء زي جزء الفني والتعليق هي أطول مادة يمكن في كلية الإعلام وأطور حاجة في التلفزيون كله إن واحد صاحبك تسعين ديئة هو بس اللي بيتكلم فدي في حد ذاتها عبء كبير مسئولية كبيرة جدا مسئولية كبيرة جدا أولا المعلق يعني جزء منه كبير جدا هو تحديل الماتش بس مش بزيادة مفيش حاجة تزيد أنت أكلمك بتعزم حد عندك في البيت فبتعمله كل أنواع الأكل هو يختار منه اللي هو عاوزه فكذلك المعلق فيه مشاهد بيحب أن أنت تعيش الماتش فبرضو فيه فترة طويلة في المباراة بتعيشها فيه تاني مشاهد بيحب المعلومة في الدين معلومة فيه تاني معلق يحب أن أنت تعيش الصورة إذا كان في حدث إذا كان في حاجة ويها طبعا بتبقى باكجراوند لثقافات كبيرة مهم جدا المعلق يكون فاهم في كل أجزاء الفرقة يعني في الجزء البدني في الجزء الفني مزبوط في الجزء حتى الطبي مهم جدا المعلق يروح يثقف نفسه في دورات تحكمية عشان أنت بتعلق لكل العناصر دي مزبوط فما يكونش ظالم لحد من العناصر اللي موجودة معك ده جزء جزء تاني الجاهزين فنين طويل أسبوع بيشتغلوا فأنت لو عندك رؤية فنية بتعرف تظهرها مزبوط فطبعا بتظهر أنت المجهود بتاع الفريقين مفهوم امبرح مباراة الأهلي مع سراميكي ريباترا اللي علقت عليها كابتان عصام فاز فيها الأهلي في ديئة 93 وتأهل للمباراة نهائية عشان يواجه مودرن فيوتشر شفت إزاي مباراة الأهلي مع سراميكي ريباترا امبرح مباراة كانت جميلة جدا جدا مباراة يعني رائعة شوت أول وهي مقسومة على مرحلتين شوت الأول كان فيه أفضلية للنادي الأهلي مهيش الأفضلية المطلقة المية مية لكن فيه أفضلية بنسبة تصل كان ايه مظاهر تفوق الأهلي الشوت الأولاني على سراميكي نهاردة كورة القادمة من استحواز الجزء العلمي بتاعها تقارب الخطوط اللعيبة مع بعض ديها الفكرة اللي المدرب والفلسفة بتاعته بيحاول يطبقها في الملع وده النهاردة طبعا جزء مهم جدا جدا الفلسفة المدرب الفكرة اللي بيشتغل عليها نهي الأهلي مبارح انت عارف حقا طبعا أن هم جايين من احتكاك عالمي كدير جدا وفرقة مرهقة وكان واضح ان مارسيل كولر عمل بلان لعدد دقائي للعيبة تلعب فيه لعيبة تبدأ وفيه لعيبة موجودة على مقاضي بودلاء وده اللي اشتغل عليه من خلال حتى تبديلاته في الشوت الأول كان هو عنده امتلاك بشكل كبير لمنطقة نصف الملعب وده اللي بيرامتز في الهفتام التاني عدله بنزول محمد توني أصبح المتش يعني شكل تاني خالص ايه بقى التحول اللي حصل لسراميك ريبات رشوت التاني زود الندية أو قلل من تفوق الأهل اللي حصل أولاً سراميكا كلبات رحزوا مبارح مكانش كويس لأنه كان عنده الطرفين عنطر وعنده زلاكة مكانوش في اليوم بتاعهم حقيق برغم ان الباكين الطرفي اللي تحت منهم سواء هاني أو سواء شوك دي كانوا مشين كويس جداً 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 لكن الانسايد رايت والانسايد ليفت لما بيكونوا الطرفين حتى الباكين الطرفي اللي فوق مش كويسين مفيش ترجمة برغم ان كان في فرصة خطيرة جداً بتاعة الزلاكة اللي حشفتها دي مزبوط وكان سبق قبلها فرصتين للأهلي مزبوط فطبعاً دي كانت كانت واضحة لو هو فرما فيها وخلص فيها دي اه كانت هتفرق كتير في المباراة والأهلي الفرصتين اللي كان يجوم برضو قبلها كان هتفرق كتير لأه بتاعة إمام عشور بتاعة بيرسي تاو شوط الأولاني اه مزبوط هو طاير محمد طاهر الكرة اللي بروف بيته اه الاهلي كابتن برضو الميزة عنده انه ما عندوش ما عندوش قتاك ما فيش مواجن سوبر موجود مع الأهلي يعني كهرباء بيلعب بيغطي مودست طبعاً لسه ما حتى ما بناش اتنين في المية مع الجمهور بتاع الأهلي لعيب اكيد لاحظت مباراة حين كنت بتعلق من ملعب المباراة طبعاً جمهور الأهلي اللعيب الوحيد اللي زام عليه بلغتنا يعني هو كان مودست في استلامة غلط كان وخلاص يعني ما بقاش فيه لحظة الصبر دي يعني طاهر محمد طاهر مباراة اهدر ثلاث فرص محققة تقريباً بالضبط كانت آه عادي فرصة وضاعت وكانوا بيشجعوا أكتر مودست الجمهور ما كانش عندو لحظة صبر واحد عليه بص يا كابتن هايلي شوف النادي الأهلي النادي الأهلي كان لازم من ثلاثة أربع خمس سنين بالذات في مشاركاته في كاسة عام الأندية لازم يكون عندو عمود فكر من لعيبة سوبر لأن انت بتروح تلعب في كاسة عام الأندية بتلعب مع مدارس مختلفة هاي ليفل تماماً عن أفريقيا بتروح تلعب مع أمريكا الجنوبية بتلعب مع بطل أوروبا فانت بتلعب في لفل عالي جداً لم تختبر فيه طوال السيزن المستوى الافريق المختلف طبعاً عن أوروبا فانت عشان تروح بعيد وعشان الأهلي كان لازم يروح يلعب فاينال وعشان يبقى فيه طموح دايماً انه يلعب نهائي كان محتاج كوالي تلعيبة أقوى كتير من مودست ومودست اعتقد في آخر عشرين سنة ده أقل لعيب يمكن النادي الأهلي لم يوفق فيه وده أمر طبيعي انه مختلف لعيب بسعر عالي جداً وكان عندك أمل فيه كبير ومتلوش لكن مودست بصراحة مقدمش حاجة مزبوط وانا ما عطقتش انه هيقدم حاجة وهو فيه حتى يمكن كان سبب رئيسي جداً في انه فيه لعيبة كتيرة من الأهلي مشت كانت المفروض تكون أفضل بكتير جداً منه زي مين زي محمد شريف مثلا زي صلاح محسن كل دي لعيبة مازال موجود صلاح محسن لكن واضح انه ترتيبه في أفكار مارسيل كولر بعبعيد قوي طبعاً كتب وده للمفروض انه نادي الأهلي ما بين فترة والتانية يتقعد مع الخواجة الخواجة المدار بالخواجة مش في كل حاجة بيبقى منهم في المية عنده كلامه صحيح لازم اللاجنة تقعد معاه ويبقى فيه فترة من الفترات عملية حساب ومتابعة لان احنا برضو احنا بتوع كوراً مية وعشرة كوراً في مصر الناس بتفهم كوراً كواس جداً بس هو المدير الفني في الآخر اللي عارف ظروف كل لعب وعارف مين اللي يعرف يقدم له الإضافة اللي هو عايزها أو لا كبتن هات لتنين في مصر هات لتنين في مصر من أدي الأهلي من أشد المتايمين بالأهلي مقتنعين بموتست فمفيش حد شفت قلت في داية كلامك وأنا قلت وكل الناس يعني هستوهوا الملعب الملعب بيظهر وهو لعيب معندوش قدرات الأهلي معندوش إمكانيات الأهلي لعيب مفيش يعني حتى فين برح بورا مكرات كان مفروض حتى يكون فيها محطة ما قدرش يعمل بعض قدام بله فهو أقل كتير جداً جداً من النادي الأهلي وزي ما قلت رحضاك النادي الأهلي بالذات في كاس عام الاندالي جاي لازم قوالة اللعيب الأجنبي يبقى على أعلى مستوى يكر حق تشوف أنت في آخر عشر خمسة سنة نادي الأهلي جاب لعيبة كتيرة كن ممكن يكون العدد أقل لكن الكم والكيف في الملعب تكون أفضل نكت عشان الأهلي بيشارك على مستوات ليفل مختلف تماماً عن أي فريق تاني مبارح كان فيه استياء من سيراميكري باترا سواء في الكابتن أيمان الرمادي مسؤولي الفريق اللاعبين طوال المباراة من أداء التحكيم كمعلق للمباراة هل كان عندك تحفظات على أداء الكابتن محمد معروف حكم المباراة مبارح؟ والله كابتن بوس في حاجة طبعاً هو أدار مجمل اللقاء أدار بشكل كويس لكن فيه طبعاً الكرة اللي هي جات فيها لما نزلت الكرتين في الملعب دي ما كانش عنده حق فيها كان مفوض يوقف اللعب دي تسبب فيه الإنذار من محمد عادل كان لازم يرجع الفار أو الفار يكلمه أنه يرجع ويلغي القرار ويلغي الإنذار لأن ده كان ممكن يتلطب عليه إنذار تاني لمحمد عادل ولو كان عمل كده مع الآله كنا نقول نفس الكلام لكن هي الهدف برضو احنا عايزين نحطه في سياقه الهدف هو برضو حصل فيه نوع من قلة التركيز شوية المجموعة اللعيبة مع نادي سراميكا المفروض التركيز يكون لحد ديها 96 ودي الخبرات اللي سراميكا جاي فيها وديه وديه الكلام اللي أنا قلتهم بارح ونددت به نحنا لازم نساند التجارب الكويسة جداً زي بيرامدز زي تجربة فيوتشر زي تجربة سراميكا دلوقتي سراميكا دلوقتي المجموعة بتركز إنهم عاوزين يذهبوا بعيداً بدأوا يجيبوا مدرد كويس زي كابتن أيمان رمادي يجيبوا جهاز فني كويس واعتقد سمحمد ابو العينين وسستاري وكده موفرين كل شيء للفريق واضح حتى في معسكرهم ناس جات قبلها باسبوع وعملوا معسكر عظيم جداً فبيشتغلوا ببلان احترافي إنه يجيب اللعيبة ويقعدهم أسبوع قبل البطولة ففيه اهتمام كبير جداً جداً عشان كده هما كان في زعل إنه هما خرجوا طبعاً لأنهما بصراحة عمل جيد والسيناريو القاتل اللي في الآخر برضو زود من الزعل يمكن الخسارة بتاع الهدف طبعاً بالضبط الهدف لأن انت خلي بالك النهارده سراميكا كان أكيد طبعاً بيفكر هو كجهاز فني نعندهم حارس مارما كويس زي بسان في ركالات الجزاء تفرق صح طبعاً لكن 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 النادي الأهلي هي دي التركات اللي مفروض كله برضو يستفيد منها الأهلي بيركز دايماً لحد آخر ثواني صح ما بي ما بي ما بي ما فيش استسلام الناشئ في النادي الأهلي بيتربع الكلام ده كويس جداً اللعيب اللي بيجي من برة بيتربع الكلام ده كويس وبصراحة مبارح عجبني جداً إمام عشور يا كابتن عمل ماتش كبير جداً جداً برقم إنه لسه يعني أنا شايف إنه ده خمسين خمسين ستين في المية نعم عشور إيه اللي ممكن يضيفه إذا وصل للمية في المية لازم الأول هو يدخل التركيبة بتاعة لعيب النادي الأهلي جوا دماغه دي الأول هتفرق معاه جداً النقص اللي موجود عند إمام عشور دلوقتي إنه لازم يلبس الرداء بتاع النادي الأهلي ودي خلي بارك مقولة معروفة على مدى الحياة نعم إنه ممكن تجيب لعيب سوبر كويس أوي بس ما يقدرش يمشي مع النادي الأهلي لأنه وليه تقوص معينة فريب يلعب تحت ضغط رهيب جداً جداً جاز الفن بتاعه لازم يكون مميز واللعيب مميز لأن مشكلة النادي الأهلي إن النادي الأهلي الحساب بتاعه من أول ما اللعيب بيخرج من باب النادي عنده قاعدة جمالية كبيرة جداً نزبوط فالسترس إذا ما قدرتش أنت تلعب بتاعته ضغوط ما قدرتش تبقى في التوليفة الجزء بتاعة الجزء الدغوط اللي كان عيشها في الزمالك أقل من الضغوط المتوقعة في الأهلي والله في الفترة في الفترة اللي كان موجود أقل ضغوطاً يعني بالنسبة للأهلي الآله عشان في آخر 10-15 سنة بلعب على كل البطولات الزمالك مرت بي شوية لكن اللي اتنين اللعب اليوم صعب جداً لأن تتكلم حداك على مجرد ما بتخرج من الملعب في الزمالك بتلاقي الجمهور بحزبك ومجرد ما تخرج من الآله بيلاقي الجمهور بحزبك ودي خلي بالك سلاح زوحدين سلاح كويس جداً جداً للجهاز الفني يدفعك للأمام النهاردة على سراميكا فلع عندها هاتيم وعندها شكل وعند أستهي اللاعب وعندها فلسفة وعندها فكرة مدرب موجودة في الملعب نفس الكلام شوفنا مع ريكاردو في الماتشي اللابليه نتفرجت على الماتشي اللابليه نفس الكلام سكواد عظيم جداً معنا دي برامت لكن النهاردة تخيل انت برامت دابل سكواد ده وعنده جمهور مثلاً زي جمهور اسماعيلي عنده جمهور زي جمهور الزمالك جمهور الأهلي كنت حتلاقي اللعب تريب الدوافع مختلفة بكل تأكيد اتكلمت عن الكابتن آيمن الرمادي كابتن عصام ومبرح الحقيقة وإحنا وقفين الدقيق لقبل المباراة دي على طول ذكرتلي موقف ومواقف حلوة وانت بتحكي عن الكابتن آيمن الرمادي في تجاربه الطويلة الناجحة جداً في هنا الإمارات حيث بدأت موهبة الكابتن عصام عبده كمعلق ومستمرة ما شاء الله حكيتلي عن مواقف عن الكابتن آيمن الرمادي وكيف يرى الجمهور الإماراتي جمهور الكرة وحتى المنافسون إيه ذكرياتك مع الكابتن آيمن الرمادي وشايف إزاي تجربته الحالية مع سراميك ريباتر هو الحقيقة آيمن آيمن يعني أنا شاهدت فيه مجروحة وانا كأعصام التعليق عندي لي فيه رسالة يعني أنا أكلم حكي على أي مرة ماضي بس هو التعليق عموماً فيه رسالة فيه رسالة لبلدك الوطنية فيه رسالة لعيب صاحب خلق إن أنت تبرزه فيه لعيب علاقته كويسة بأهله فتبرز الكلام ده متعلقش كده وخلاص مش كلام في الهوى فأنت كمان لك أهداف كويسة بتحققها من خلال الإطار الرياضي ده إن إنت إزاي تشتغل إن إنت إزاي لما تشوف حد من أولاد بلدك ناجح إن إنت برضو تقشر عليه أيمن حكاية كبيرة جداً وحكاية طويلة بقى لأكتر من 20 سنة بدأ من الأول لكن هو اشتغل عن نفسه كويس جداً وهو تالنت موهوب كمدرد لكن ما اكتفاش بدا اشتغل عن نفسه وخد دورات وعمل معايشات بره في أوروبا وهو من المدربين القلائل اللي عنده طبعاً البروفيشنال ليسن وده أعلى مستوى في التدريب يأهلوا ممكن يأهلوا يشتغل في أسيا يشتغل في أي قارة موجودة في فريقيا فاشتغل على ده كويس واشتغل على المودرن فوتبول ودايماً مطلع بجزئية بقى إن هو كان طبعاً تالنت عنده موهوب وبشتغل نفسه كويس واشتغل عدد ساعات طويلة جداً حضل الفرقة منافسة أيمن في فترة من فترات كان هو المدرب العربي الوحيد اللي موجود الباقي كله أجانب أه الباقي كله أجانب وحتى أيه برضو حتى في المربع الزهبي بتاع الكاس سوبر هو الوحيد المصري العربي والباقي أجانب مظبوط فنفس الكلام هنا كولر فرموزينيو باتشيكو وأيمن الرواني طبعاً وأيمن جات عليه فترة من فترات هنا كان فيه أفضل ثلاثة أربع مدربين من أفضل مثلاً عشر مدربين في العالم موجودين هنا عنديت الإمارات زي العين زي الجزيرة زي الوحدة زي الأهلي دايماً بتجيب مدربين فكر مواجهاته وانتصاراته على مرادونا هو كسب مرادونا أربع مرات آه مظبوط حتى في مرة من المرات مرادونا لأرحمه وكان أنا بنزل كده قبل الماتش فقال لي يعني ده يكسبني النهاردة قبل الماتش جي بيقولك إن أيمن الرمودية هيكسبني النهاردة فهو كان عنده أيمن كان عنده علقه كعب على مرادونا حيي وكان شخصية طيبة جداً على قد ما هو كان بس هو كان عبقاري جداً في معرفة الكاميرا فين بيعرف الكاميرا هو مرادونا مرادونا أرقام مالية تمشي على الأرض يعني هو قد فزاكي جداً 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 عارف الكاميرا فين وزي مورينيو مثلاً كده في روما ففيه فيه حالة كده كانت حاولين مرادونا هي المخلياء دايماً وكان عامل حالة في الدولة طبعاً علقتله قبل كده على ماتشات مرادونا هل حقتله في الأواخر ايه الماتش اللي فكروا في الأواخر في أورجنطين أمريكا جنوبية أول التسعينات طبعاً كان لعيب قربير جداً 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 يعني كان حاجة خرافية ومن الحاجات الجميلة اللي فيه إنه هو إنسان عنده إنسانية عنده إنسانية بس هو دايماً حتى من خلال الفترة اللي عاد فيها معنا في الدوريات هنا لازم هو بيحب السيستم يعني تقول له أصور معاك تقول أتصور معاك ما بيحبش اللي هي الطريقة اللي ممكن تفرض عليه طبعاً أيمن بجانب دوت إنه هو عمل فرقة كويسة كان عنده استقرار معنا دي عجمان لفترة طويلة وإن أنت تتمرن في دوري بخيمة الدوري الإماراتي موضوع مش سهل لأنه زي مرة حالك هم بيختاروا دايماً في الأندية هنا مداربين مداربين على مستوى عالي كبير جداً 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 طيب إحنا يعني الكثير والكثير من المباريات علق عليها الكابتن عسام عبدو ما بين المحلي ما بين القاري ما بين العالمي ما بين الأوروبي ما بين الدوريات الأوروبية حتى كمان إيه أفضل مباراة بتفتخر أنك علقت عليها سواء محلية أو عالمية كابتن عسام هي أفضل حاجة في الدنيا إن أنت تعمل حاجة لبلدك أنا مصر بتاع مصر والكونغو بتاع كاس العالم بتاع صلاح دا تأهل دا ماتش دا كنت أنا حمود فيه طبعاً دا دا من المباريات اللي ما نساهاش بطولة غاني 2008 مع كابتن حسن شحاتك اللي شرف كل البطولة دي مرتبطة بصوتك عموماً بطولة 2008 إحنا أحلى كورة في مصر أحلى كورة في تاريخ مصر كله لأن إحنا يمكن ما عملناش مسبس في لعيبة نص الملعب كانت مجموعة عظيمة كان عندنا عمود فقري بتاع أفريقيا أفضل حارس أفضل مدافع وقل جمعة أفضل لعيب كورة في نص الملعب حسن عبد الربو عمد متعب زيدان تريكا كانت كانت لأ لأ كانوا بلعاب الكورة يعني ربطين مع بعض عملنا ماتشات عظيمة جداً في كاس عالم للقرات لما عملنا ماتش على البرازيل أنا شفت دونجا ما بين الشوتين يعني وأنا نازل كده بيقولك إن المنتخب ده هو ده البرازيل وإحنا طبعاً كابتن حسن عمل عمل تاريخ للكورة أنا أعتقد حياخد يمكن سنوات طويلة لحد ما يجي حد تاني ولما تيجي مجموعة تانية من اللعيبة وأنا كابتن هنا ضد إن أنت دايماً تقول مصر ما فيش مواهب لا مصر هنا هنا مواهب كويسة جداً جداً بس الفترة اللي فاتت إحنا أسرنا شوية في عملية اختشاف المواهب الكابتن حسن كان بيجيب من كل مكان من القليم وده اللي لازم كل الناس تشغل عليه إحنا عندنا سلعة كويسة عندنا موهبة كويسة وطالما عندنا واحد من أعظم لعيب العالم اللي لم يكن فترة وفترات محمد صلاح كان أعسى لعيب في العالم فإحنا عندنا صلاح تاني وعندنا نين تاني وعندنا واق الجمعة تاني وعندنا مجموعة كويسة جداً جداً من اللعيب لكن زي بقيت الحركة إحنا لازم نشتغل عليها كصناعة زي البرازيل كده ما البرازيل بتعتبر هي الصناعة التالتة بعد البن في البرازيل بتجيب مداخيل كبيرة جداً جداً إحنا دي محتاجين نشتغل عليها وكمان تأكيداً برضو الموضوع الحكم اللي حاكلت لي عليه محتاجين نطلع عدد كبير من الحكام أكبر وأكتر وأكتر هو مفوض أن دي السياسة اللي بيحاولوا يتبعوها حالياً فكرة أنه منح فرص للحكام الصغيرين وفكرة تصنيف الحكام فبتزود شوية ظهور الحكام ده المفوض أن دي السياسة المتابعة دلوقتي ونتمنى أن هي تؤتي بسمرها برضو يا كابتن فكرة السسمار الرياضي الأندية اللي هي موجودة في المربع البطولة دي على ذكر البطولة دي شوف بطولة عاملة حالة ونقيد برضو فكرة أن أنت تستثمر في الأندية الشعبية فالنهاردة ما يقعش مني الإسماعيلي ما يقعش مني فريزي غاز المحلة كل الفرقة دي لما بتروح خلاص بتقع منك ممكن بتشوفاش تاني مين لعيب معلقتلوش ونفسك تعلق له أو كان نفسك تحضره عشان تعلق له حضر له كتير كابتن خطيب كابتن خطيب كابتن خطيب وكابتن حسن شحاتة دول ملحقتش أن أنا كابتن خطيب كان برضو حاجة جدا في الكورة كابتن حسن كابتن فاروق يعني بتتكلم كابتن طهر بوزيد طهر بوزيد أنا أنا مش فاكر بقى إذا كنت عملت له بس برضو دول لعيبة لعيبة مين لعيبة علامية كابتن عصام كنت بتحس أنه وأنت بتعلق له بيديك دايما قدرة على أن لسانك ينطلق ميسي 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 كابتن عنده الخال والإبداع كله زيدان 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 الحلقة ده واحد علقت الزيدان على تشامبيونز ليج علقتله زيدان من اللعيبة اللي كانت بترقص بعيدة عن زيدان ده لما تجيب له مقطوعات حتى أنا عندلي فيديوهات كتيرة ما بيروحش خالص المنافس كل طريقسه وكل لعبه من بره بعيدة خالص فده برضو حالة من الحالات العبقرية الكبيرة جدا في الكورة يعني لكن إحنا في مصل الحمدلله دايما عندنا لعيبة وعندنا موهبين وعندنا ولازم إحنا كابتن هاني بص نؤمن دلوقتي في كورة القدم إن عندنا تارجت لازم نحققه مش هنحققه في خلال سنة واثنين لازم نشتغل عليه لمدة سنوات بص حذك في آخر عشرين تلاتين سنة كل المنتخبات اللي خدت كاس العالم اشتغلت عليها قبلها بعشر سنين فرنسا عملت كده أسبانيا عملت كده ألمانيا عملت كده وعملوا أكاديميات في كل أنحق بلدهم زي الفكرة بتاعت اللي هي اللي موجودة الوقتي في أون تي في أون سبورت بتاعت الولادي كابتانو بس إحنا لازم نعمل الأكاديميات في كل محافظات مصر لما تعمل لك في كل محافظة تاتة أربع أكاديميات وتطلع لك في كل سنة حتى مئة لعيب كورة وعشر مليون هنقدر نطلع توليفة كويسة لكن هي مصر إحنا محتاجين العين صح العين والاهتمام بتطوير المواهب اللي بنشوفها لأنه فعلا في مواهب ممكن بتهدر بسبب عدم التركيز في أكاديميات الاستثمارية مش هتجيب لعيب الكورة كويسة لعيب الكورة لازم هو يلعب وياخد فلوس لعيب الكورة ما ينفعش يدفع فلوس فبالتالي الأكاديميات الاستثمارية زائد إن احنا يبقى فيه مساحة زمان ليه كان فيه لعيبة موهوبة لأنه كان فيه مساحة الشوارع بتلعب فيها الإبداع إن لعيب الكورة يتحرك تمان عندنا حاجة إنه لازم أتمنى البلد تشتغل عليها كويس هي حتة إن انت تخرج المدربين لعملية المعايشة والمعاشرة برا دي مهمة جدا إحنا عندنا فيه بعد كبير شوية لما عن موضوع الجزء التعليمي مع الموهوبة أنا بحقيك على اهتمامك دايما بموضوع التعليم دا لأنه هو زي ما بتقول دايما الكورة علم وتطويرها وتطوير عناصرها ما بتجيش بالممارسة بس فيه بالتدريب وبالتعليم انت النهاردة ممكن يكون عندك أدخل لعيب الكورة ولد بس ما ينالش كويس برضو من جزء التعليمي بتاعه كلغة لما بيخرج برا في الاحتراف بيخشوا في وصل الفرقة بيلاقي ستة سبعة تامن اتناشر لغة المدرب هو مش عادة تواصل مع الناس فيبتدي يتعب من الغربة فبالتالي يسهل يرجع وده اللي فرقة مع محمد صلاح عشان كده عشان كان محمد صلاح زي ما قلت دايما أنا في أي حوار بقول إن صلاح دماغه هي اللي وصلته للتالنت دا والتقاءه بسبلتي والتقاءه بتوتي والتقاءه بفترة روما كل دا فرق لكن هو من جواه لعيب عنده صبر غير طبيعي محمد صلاح ضحى تضحيات كبيرة جداً اللي كان يروحوا مثلاً روما وشوفوا في منطقة روما دي إزاي بعيدة عن العاصمة تلاتين واربعين كيلو وفي مكان يعني صعب جداً تعيش فيه فصبر واشتغل عفسه كويس وأوع نفسه كويس ومحمد صلاح حاجة وأنا أتمنى في كل زيارة محمد يبقى ليه التقاء مع مع الشباب مع الجماعات بتاع نستفيد من تجاربته لأنه بصراحة هو صح صح أكيد تجارب محمد صلاح مهما كانت هي مفيدة فأكيد في استفادة أكتر ممكن تتحقق للرياضة المصرية وللمجتمع لأنه محمد صلاح بينظر لأنه قدوة في النجاح وبالتالي مهم الاستفادة من دخليني قبل الختم أسألك عن المباراتين المقبلتين النهائي الأول مبارات الأهلي مع مودرني فيوتشر شايفها إزاي وشايف مين صاحب الحزوز في التتويج هل حامل اللقب والمتوج التاريخي الأهلي أم بطولة أولاً؟ من السوبر في تاريخ مودرني فيوتشر والله بص النادي الأهلي دلوقتي الماتش بتاع السراميكا كان أكتر إجهاداً فترة الراحة دي ممكن تعمل صعوبة شوية في الماتش فعي يبقى فورمة أكتر لكن أنا شفت فيوتشر وشفت برامتز وشفت النادي سراميكا التلاتة ممكن عندهم حصوص كويسة وطموح في الماتشين أن أنت تاخد بطولة فده طبعاً حيتوقف على طبعاً كل الترشحات والإمكانيات والتاريخ وكله بيروح لصالح النادي الأهلي لكن يوم المباراة حيختلف التركيز هيختلف التسعين دي هتختلف لكن المباراة مستهلة لا على النادي الأهلي ولا على ولا على فيوتشر وجد صعوبة فيوتشر في أنه يعمل تحولاته قدام بيرامتز جت فرصتين يمكن هي اللي وصل بيهم للمرمى وهو كمضغوطه للمباراة إلى جانب بقى الفوز في ركلات الترجيح طبعاً كنت لأني بيرامتز بيرامتز ده عند سكواد مش ممكن نادي بيرامتز بوب اللعيبة اللي كانت مكسرة الدنيا لعيبة دلوقتي موجودة وقسامة النبي مش ممكن عنده في كل مركز ثلاث لعيبة وده اللي النهاردة خلي بالك بص أنا أنا حابب جداً التجارب الجديدة دي كلها يعني عايزة تعمل إضافة للكرة المصرية وعاوزني يعني نهاردة سراميكا في خمسة منهم تم استدعاءهم في القايمة الأولينية فلو خمسة من سراميكا وخمسة من فيوتشر وخمسة من بيرامتز وخمسة من إسماعيل وخمسة 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 حلق عندنا خمسين ستين لعيب فالتجارب اللي استثمارية دي مهم جداً ندعمها لأن دي هتخرج لها لعيبة كويسة وزائد من رجال أعمال اللي هم قايمين على الجزء ده عندهم جزء مادي كويس بيقدروا من خلاله يجيبوا لعيبة كواليتك صح وأنت معلق مباراة المركز التالت والرابع بإذن الله بين سراميكا كريباترا وبيرامتز مين تتوقع أنه يطلع على المنصة برفقة الأهلي ومودرني فيوتشر أو مودرني فيوتشر والأهلي هو طبعاً أنا مقدرش هو برضو يختلفوا على الاتنين وانت كمعلق بهمك اسمك فما قدرتش ترشح حد بدرك شايف ازاي المباراة كبيرة جداً مباراة فنية ممتازة جداً لأن سراميكا عملت سراميكا عايشة حالة دلوقتي كويسة جداً جداً وبيرامتز طبعاً سكواد كويس جداً والفرقتين يعني بالزات بيرامتز عاوز ينقذ ما يمكن انقاذه نادي سراميكا كلباترا حاس إنه كان قريب جداً يوريح فنل فبالتالي برضو مش عاوز يخرج خالي الوفاط مركز ثالث بالنسبة لفرقتين حقاً مشروعة جداً وامكانياتهم تأهلهم لكده ولكن زي ملتلك هي تسعين ديئة ازاي يقدوها ازاي يعملوا شكل لكن الأربع فرقة بصراحة دورة كويسة جداً 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 لكن كنت اتمنى إن يكون فيها الزمالك اكيد الزمالك غيابه أثر على جماهيرية حوالي ستة سوبر هنا وجود الزمالك بفرقة جاملة جداً الزمالك هو اللي بيخلي جمهور زمالك يجي وجمهور الآلي يزيد اوما زمالك يجي جمهور الآلي بيجي بكسافة فبالتالي المفروض نحاول نعدل في بتاع البطولة بس لازم الزمالك والآلي يكونوا موجودة هو طبعاً الزمالك غائب تنفيذاً لقرار بس انت عملت بطولة بشكل جديد يهمك جداً جداً إن هي تزع فالحضور الجميل المالحب ده اللي قال لي إنه بسبب غياب الجماهير عن البطولة دي بيفكر إنه يغير اللايحة ويخلي إنه من حق الاتحاد ترشيح الفريق الرابع من غير بقى اللايحة يعني الجمهور ثم الجمهور ثم الجمهور هو كرة القدم شوف حدتك إحنا تفرجنا على الدور الإنجليزي أيام الكورونا بتشوف مشيستا سيت ومشيستا رونايت الجمهور الجمهور في الملعب دوت في السنوات اللي فاتت لما علاقنا لهم كل مباراة السوبر للا حاجة تانية خالص وبعدين بيجي الأهل والزمالك هنا بتحس إن مثلا مدينة زالعين المدينة كلها أهل وزمالك وبعدين انت عارف علاقات الطيبة الحمد لله ما بين مصر وكل الدول العربية والإمارات على وجه خصوص برضو بالسنوات طويلة فرقة الأهل والزمالك لما بيجوا هنا أعيات شفت حتى بيوتين عليه علام أهل وزمالك وأجواء من زمان وهو ريال مدينة وبرشلونة طلع عمرهم من أهل وزمالك في المنطقة العربية وبتلاقى حتى المقاهي والأحاديث والشار تبقى أجواء حلوة وبهجة بكل داك شفنا شفنا انت حدا كنك يغططوها كتير قوي في الساد هزاع ملعب 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 مميل وساد محمد بن زايد برضو المرة التالتة أو الرابعة تقريبا للسوبر لكن ده ما يمنعشة زي ما قلت لك المرة هنا فيها نسبة كبيرة جدا مش أقل من تلاتين اربيعين الف برضو بيحبوا نادي اسماعيلي مجموعة لو الاسماعيلي موجود وحشنة وحشنة الاسماعيلي اللي بتتكلم عنه دا جدا وصاية يا كابتن النهاني لازم البرامج تشتغل جامد جدا نادي اسماعيلي من أقوى عشر اسماعيلي طرف ثالث في وبعدين إذا كانت مصر مقسومة أهل وزمالك فيمكن مصر كلها بتحب كرة اسماعيلي كرة حلوة وكرة جميلة وكرة ممتعة كابتن نصم اذا كانت كراتهم ممتعة فتعليقك ممتع ولقائي بيك كان ممتعا انا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة ودايما متألق ودايما بنستمتع في المباراة اللي بتعلق انا تشرفت جدا جدا وصاد البلد من القنوات اللي انا بحبها جدا جدا قنوات يعني وطنية قنوات محترمة جدا عندها عندها بلان وعندها شكل الاعلامي محترم اتمنى لكو دايما التوفيق وبرنامج بشكل خاص شكرا يعني لان بيغطي كل الاندية وبيدي كل الحقوق الاندية وانا كنت سعيد جدا جدا معاكو بالتوفيق باذن الله تعالى شكرا كابتن عصام نورنا الكابتن عصام عبدو وانتو كمان نورتونا لانه بكذا تكون انتهت حلقتنا النهاردة في الماتش باذن الله غدا لقاء جديد وهو ليلة مباراة الاهلي ومودرن فيوتشر في ختام المسابقة نهاي كأس السوبر وطبعا هيكون برضو ليلة مباراة المركز الثالث والرابع مباراة سيراميكا كليوباترا مع فريق بيرامدز تحياتكم لفريق العمل في الماتش فريق العمل هنا في ابو ظبي وفريق العمل هناك في القاهرة وتحياتي هاني حتحوت الى اللقاء اشتركوا في القناة